موسيقى صناعة فخار يعني ورثنا الجدود والله يرحم جميع الصناعة اللي كانوا في الميدان هذا ويطور العمر في الناس اللي مستعمر ان شاء الله ويزيدون في العمر من المواد الأولية كانوا بدون تراب ومن ثم نضيفه ونضيفه بطريقة تقليدي يعني كنت تقليدي يعني كنت تقليدي حركة بشي حديدة ومن ثم نضيفه ومن ثم نضيفه في السريج الماء ومن ثم نضيفه في السريج الماء يعني تتيار طعب مزيان ونحركه بواحد الخشبة ومن ثم نضيفه الغرباء الكبير وذلك الغرباء يصفيننا الطين ويعطينا اللوب لكي يمكننا نخدمه نخدمه نقية ومن ثم نضيفه ومن ثم نضيفه ومن ثم نضيفه لأحد عامل شخص آخر يشده ويعجن الطين يجن العجينة أو العجينة بعدها برجل وبرجل أو ثاني من ثم تسمى تكثيره يجنه هذا الشيء يجنه بها ويعطيه ويعطيه للمعلم الصانع الثاني هو الذي يخدم الثاني يعني يحاول يخدم الثاني يعني الشكل الذي يريده يصابه يعني القصعات السبيرات أي شيء يصابه ومن ثم يصنع ذلك نخرجه الشمس ونجيبه ونجيبه تقولون أنه نقص منه الطراب الفينيسيو نقص منه الطراب ومن بعد يبقى واحد المدة يخرج الشمس ذلك الساعة يبقى واحد المدة الخمسة عشر يوم يخرج الشمس منه يخرج الشمس وذلك الشيء يبس ونجيبه الفران وذلك الشيء يعني يطيب على ألف درجة الحرارة ألف وعشر درجة الحرارة لكي يطيب ونجيبه نجيبه استفادة السيراميك ونجيبه 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 استفادة استفادة خاصة بالفخار منيجات بنزولة دمينا هذه عدد منذ تقربة ثمانية وثانين سنة منصورين لمقرش منصور تحت دميلة هذه عيش فيها الحمد لله كلهم من النيجات العملوا فيها ودوى لدول عمالينا منذ الصغر وتنحبوه رحمه الله أي شيء منه الله يجعل الله بارك الله مالك الحمد قد يسميه هذه المهدده في محداثة الكاريتية تنقول له نحن تدفق الصرقة والصفر والكحر يعني كيتخلطوا بأحد الشريس كيترقدوا في الماتق و تقريباً واحد من 15 يوم أو 20 يوم ونبعته دخل الله إلى أنهلا ونما كانت يتخمره توقع كي جل عدنا كي لحضم منه عدت الأولين اللي بتعريد أنك شجل تبخ أولين جل السيرامي فهذا حضموا فيه من بعد أن دقيقاته السيد اللي توجدت شي التي خرر الى الشمسة بتعريد ومدخلوا طفل وطفل مر الولا كانت تقريباً تقريباً 950 دوغري في الحرارة كان الناس مسؤولين يسابقوه في صباحات يقولوا اي ما هي تيزوقوه عودت يرجع للقران كانت تقريباً 950 دوغري ساعاتي يخرج للقران في الخلج يدخل للمجازة كانوا كليان الحمد لله تيجيون ليان للناس للبلاد أجاني بتيتكون قلعة شوية بتيت صدر دكشي مع الكليان جانا مغاربة تنظرين بالخلج الحمد لله بشي يعيش بي خير وانا خير 28 سنة وانا في هاد المهنة كان ساولا ومن الدراسة نقاطعنا على الدراسة وتتحقنا بالمركب دي في صناعة تقليدية في 1972 الحمد لله احنا عايشين منها وعايشين منها أجيال غير هي المشكلة ديها دبدا كانت نقاطع علم قشكة تعلموا ليها بثاف دبازجي اللي طال هذا بقليل اللي كي يجي لها ما بقاش كي يجي لها الناس بثاف خاصة في هذه الاهتمام بها الناس مسؤولين يشوفوا الحالة دي لها الناس هادو يحاولوا يدروا ليهم فشي ندامجوا حتى المقر اللي كان كي يعطيوا للصناعة تقليديين تنقلوا لي التعاونية ما بقاش ما بقاش ما بقاش شي 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 حاجة اللي هي بينا مش حال هادي كي يجيبوا غير من هنا هنا ما جيت عنق الجمال ومنعين عودة ده بلغ ده بغي اللي كاف اللي كيتحفره حاليا دي المقاولين دي اللي بينا او ذاك شي ومنعين يجيبوا هالشي دي اللي تلقى هذاك شي دي استلصال هالطراب قليل بزاف ما بقاش الحمدلله مغاربة لحد الأرام بدأوا كي يشجعوا الفئة تشجع بزاف غير هو ذاك المنتوج اللي كانت يخرجوا بزافره ما بقاش هذا الشي قليل شوية غير هو وراكين شوية دي اللي الراواج ولكن ذاك شي اللي كان شعلا دي اللي ما بقاش بالنسبة الأتمنة يعني الأتمنة مناسبة وراكش تيل مراحل كيفاش كي مر من هذا الفخار كيفاش يكون تراب يعني تيت ولي فخار انا ارادة يعني ارادة يعني ارادة يعني ارادة تبيل لك شي حاجة يعني ما عنده ثمن واخد دي اللي قاعد ثمن ودك شي ما مراحل يدوز من نوادي والمواد باش كي يخدموا انا مواد من الصباغة من الطين اول طين مبقاش نقلبوه كنا 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 اجيبوا اقرب لنا كنا احدا هنا ولكن تتمنعنا تزيد عليها الصباغة تأتي مرة ايطاليا البوطة غازي يعني ايطاليا يعني ايطاليا البوطة على حسب المساحة بعض الناس يناقشوك في السامة يقولك غالي وذلك شي ولكن راحنا ماشي ماشي مع اي تنجي ونقوله ذلك شي راحا يستحق وكالي يدخلوه يشوف كيفاش كي تصنع ذلك شي وكالي يدخلوه وكالي يدخلوه وكالي يستحق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة